كما تضمنت جولة رئيس الوزراء بمحافظة الإسكندرية تفقد مشروع تطوير شارع النبي دانيال بحي وسط الإسكندرية وأكد رئيس الوزراء الاهتمام البالغ الذي تليه الدولة لتطوير مختلف المواقع بجميع محافظات الجمهورية مؤكدان اهتمام الحكومة بشكل خاص بتطوير المناطق الأترية لافتا في هذا الشأن لأن محافظة الإسكندرية تحضى بعدد كبير من مشروعات التطوير بما يسهم في تعزيز المكان الحضرية والتقفية والسياحية لتلك المحافظة العريقة وحرص مدبول على إجراء حوار مع أصحاب المحال التجارية بالشارع والذين أشادوا بجودة ودقة الأعمال المنفدة كما أعرب أصحاب أكشاك بيع الكتب عن سعادتهم بأعمال التطوير